من العلاقات المهمة جدا لقلبك علاقتك بالفلوس والمقصود بكلمة فلوس مش الكاشمان المقصود بالفلوس هو كل حاجة بيقتنيها الإنسان المال وسمي المال مالا لسببين الإنسان بيميل ليه حبه وتحبون المال حبا جمع حبا عظيما وإن المال ده لما بيخش في حياة الإنسان بيميل بالإنسان إما بيميل بيه تجاه التواضع وخدمة الخلق والحنية والصدقة ورغد العيش أو يميل بيه تجاه البخل والكبر وبعد عن الناس والرؤية الفوقية لأن أنا غني وأنت فقير بيغير البني آدم الفلوس بتغير البني آدم وبتبين أصول كتير جوه نفسية البني آدم وبالتالي هنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا عمر لما اداله عطاء وسيدنا عمر قال له ادي لحد تاني أنسب مني قال له يا عمر لو جالك عطاء وانت مش طامع فيه خده أيما مال جاء إليك بغير إشراف نفس يعني هتموت عليه فاقبله مدن ما جالكش وانت طامع فيه وكلمة ديت قالت لسيدنا حكيم بن حزام أحد الصحابة يم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم في المال فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ومن أخذه بسخاوة نفس لما يجيلك خير من عند ربنا خده وانت راضي بعطاء ربنا شكرا يا رب يعني خير كتير والله يا رب وشكرا يا فلاني اللي جبتلي الهديري كالترخيرك أكرمتني وأنا مش هموت عليها وباصص عليها بقى لشهور وهي في اديه لو خدته بسخاوة كده ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه فمهم إن البني آدم يضبط علاقته بالأشياء وبالفلوس لأنك إنت في الآخر البني آدم ده كتلة احتياجات أنا وإنت نحب يبقى عندنا كل حاجة موجودة أتمنى أتمنى أن أنا أتحرك من مكان حلو المكان حلو من عربية حلو العربية حلوة والبس لبس حلو كلنا نتمنى وتحبون المال حبا جمع ده مش عتاب للبني آدم هو الإنسان ربنا بيقوله أنت اتخلقت عندك ميل للمقتنيات وبالمناسبة ده مفيد ده اللي بيخلي الإنسان يشتغل ويكتهد ويحوش ويبني الحضارة ويبني الأوطان الطموح ده اللي ربنا خلقه جوانا بس كل حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها شكرا مهم قوي لما تشوف نعمة في إيد حد إنك تلتزم بالسنة وأول معينك تشوفها تعمل حاجتين حاجة الأولين يتقول ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله يعني النعمة اللي في إيديك هذه مشيئة الله ربنا يبرك لك تبارك الله اللي في إيدك ده مش بقوتك لا قوة إلا بالله والحاجة التانية وهي خفية لازم شيخي يعلمها لك إنك أنت تغض بصرك عن نعمة هتموت عليها وده أحد التفسيرات الإشارية المعاني اللي جوه كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم لا شك إن ظهر الآية إنك تغض بصرك عن النساء ما تبصش بصش أهوان هي لكن ساعات البني أدم بيحتاجي يغض بصره عن النعم مش مناسب إنه يبصلها لإنه مشغول بيها كتر النظر ليها بيورث الحسرة للقلب متحصر إنها مش عندي فروح لنعمتي اللي في البيت اللي هي بيحلم بيها ناس كتير في الدنيا عندهم أقل مني ببصلها باحتقار لإني عيني كتت مشغولة بحاجة تالية فيبقى جواية تعاسة مش عارف سببها كثرت النظرة لنعمة أنا باشتهيها بزيادة عشان كده قال له كده يا عمر خد الفلوس مش دتهلك هدية مدم جات لك من غير طمع إشراف يعني طمع بغير إشراف نفسي انفق باله خلي عندك يعني لما تجي لك كده وإنت مرضي ومبسوط يبقى كتر الخير اللي ربنا بيبعته لكن الحاجة اللي هتموت عليها حاول أن تتمرن نفسك عن غض البصر عنها ودايما تقول ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله اشتركوا في القناة